خرقات ميليشيات الحوثي وصالح لم تتوقف منذ الاعلان عن وقف اطلاق النار اوائد الشهر الماضي هذا ما اكده وفد الحكومة الشرعية المشارك في مشاورات الحل السياسي التي تستضيفها الكويت منذ اكثر من اسبوعين تقارير ميدانية وشهود عيان اكدوا خرق ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لوقف اطلاق النار في عدد من المحافظات ابرزها تعز التي تواصل الميليشيات حجد عناصرها والياتها العسكرية عند مداخل المدينة وضواحيها لتضيق حصارها تمهيدا لاقتحامها الميليشيات واصلت قصفها لمناطق متفرقة من المدينة واوقعت قتلى وجرح في صفوف المدنيين وغير بعيد عن المدينة تجدد القصف المدفعي المتبادل عند اطراف مديرية ذباب قرب مديق باب المندب جنوب غرب تعز الميليشيات واصلت خروقها ايضا في محافظة البيضاء حيث قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ذي ناعم والصومعة والبيضاء والزاهر الاحميقان وقيفة وفي محافظة شبوى استهدفت الميليشيات مناطق المحكمة والعكدة والعلم وشميس والجبهة الغربية من حيد بن عقيل في عسيلان كما قصفت الميليشيات مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الغيل وصبرين والعقبة والمتون والمسلوب في محافظة الجوف وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت الميليشيات عددا من مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كما استهدفت مواقع في مديريات صرواح وعبدين وحريب القرامش بمحافظة مأرب اضافة الى مواقع في عدن والمشام وملزمة والتهامي بمحافظة الضالع وفي حرد قصفت الميليشيات مواقع تابعة للواء 105 كما تصدت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيات على مواقعها